السلام عليكم ومرحبا بكم شهيوة جديدة شهيوة أم أنس من ضم الوصفات الاقتصادية ببيضتين فقط وكأس من اللبن أيه كأس من اللبن فكيعطيها واحد مهضاق خيال لها الكيكتها وما فغينوذوا جربوهم ويحريوا على الدراع لكم فكي حمقوا كي حمقوا وانتم شوفوا المنظر ديالهم كيف عاملين كيف يدبوا في الفم كجوه الشاشين بزفحة لقطن فالليك تزور القناة ديالي كم قل لكم مرحبا نخليوا الفيديو لايك واشتركوا في القناة سبب دات على زل الاشتراك الأحمر أبني أو سبسكرايب بلغة الإنجليزية وما تنسوش كذلك تبرتاجين بيناتكم بين أهل والأقارب كذلك موقع التواصل الاجتماعي وما بقى لأخوتي لنقول لكم وخليكم إن شاء الله مع الفيديو وهذا الكيكت الرائعين وكانتمنى لكم كيف ملعادة فرجة ممتعة فبنسبة للمقادير فكيف معوتكم بمقادير اقتصادية لغناء لمسكن عندي هنا يوجد البيضات كيف ما كتشوفوا دروري ما يكونوا بدرجة حرارة المطبخ كيس من الفانيليا من فئة 8 جرامات وكيس من خميرة الحلويات من فئة 15 جرام بالنسبة للمغرفة كيستعملوا خميرتين من فئة 8 جرام كأس من السكر ما يقارب 150 جرام وكأس من اللبن اللبن اللي كيكون اللبن حامض يعني الحليب الرائب ما يقارب 150 جرام لي ما عنده شي فلاحرج يعني ما تقدروا تستغنوا عليه وتستعملوا عيوض كازي اللبن كتستعملوا إما ياغورتس طبيعي أو لا كتستعملوا الحليب العادي فهنا بالنسبة للناس اللي عايشين في ألمانيا باش تعرفوا شنال اسم دي اللبن فطبعا كان هضرنا مع النسجداد أو النساء اللي جابوا بتاديئات هنا في ألمانيا فاسميتو غاين بوتها ملش وطبعا كأس من زيت نباتية ما يقارب 150 ميلي لتر فدائما لبرك يكون بنفس الكأس فهنا عندي في واحد زلفة كبيرة أو لو واحد البول الزوزاجي اللي كيكون طبعا غارق غادي نستعمل غادي نهرس فيها عفوا بيضتين وغادي نضيفه فوق منه مباشرة السكر وكذلك الكيس ديال الفانيليا كيف معودكم دائما في أي كيك معتاد أو الكيك اليومي دائما كنخلطوا جيدا البيض مع السكر والفاني باش هكذا كيجي معان الكيك ديالنا خفيف ومنفخ فطبعا غادي نطرب بالطرب الكهرباء انتم بإمكان جيلكم كذلك تطربوا بالمضرب اليدوي حتى كالضاعف العناصر وكيولي اللون ديال البيض لون أصفر فاتح جدا ومرهوي عاد كنضيفه العناصر الأخرى فغادي نخليكم إن شاء الله مع السور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فهذا كيف لا ترى معي نطرب بيض نطرب الخاليك البيض مع السكر جيدا حتى يصبح القوام منفخ بهذا الشكل وكيولي بحل لموس وحد لموس يكون اللون دياله أصفر فاتح جدا ما يقل للبيض فنضيفو عليه مباشرة الكأس الزيت ما يقارب 150 ميلللتر ثم كنعود نطرب واحدة تطربة خفيفة ودريفة من بعد كنزيد العناصر الأخرى فإذا تبعتوا الطريقة فطبعا الكيك غديجيوكم الدادين وخفافين خفافين مزاف وكذبوه في الفم ثم إلا ما كانوش عندكم هاد القواليب طبعا الصغارين ماشي دروري يكونوا متواجدين كتعملوا في قلب واحد يعني القلب ديال الكيش اللي كان عندكم ما عندكمش فكتعملوا أي قلب عندكم متوفر في البيت فسافي كيف ما كتشوفوا معايا فطربت واحدة تطربة خفيفة غدي نزيد باديك الكاز ديال البن كيف ما سبق لوقت لكم ثم إلا ما كانش عندكم فكتعودوه بأي مادة عندكم حامضة مثلا قدروا نعودوه بالياغورتس الطبيعي من فئة 150 جرام يعني دانون بسوس وليما عنده شي هاد جوجه ما كتقدروا تسعملوه طبعا الحليب العادي ديال الشرب اللي كتشربوه مع القهوة سافي هنية ما غدي نطربش بززاف لانه الخالد ديالي او حفوان الخالد ديالي سائل بزاف غدي نرون الدنيا فسافي غدي ننضيف ما يقارب فانا عبرت هنية الملاعق كانوا عندي تقريبا اربع ملاعق وغدي نضيف عليها خمس ملاعق اخرى كيف ما كتشوفو ملعقة ملعقتين ثلاث ملاعق اربعة ثم خمس ملاعق بالنسبة للملاعق فكيكونوا مملوئين جيدا اذا لاحظتم معي انتو ما ما تضيفوش هاد تسع ملاعق ما تضيفوهاش في دقة واحدة لان انا دائما كنقول وكنعودلكم بالنسبة للدقيق اي دقيق فكي اختلف من نوعية لاخرى كان الدقيق اللي كيتشرب السائل وكان الدقيق اللي ما كيتشرب السائل فلذلك انتو ما هاد تسع ملاعق بامكان ديالكم تحتاجوا من سبعة الى تسعة يعني هذا يعني مشي المعنى ديال انكم تسع ملاعق في دقة واحدة يعني دايما عينكم ميزانكم وكتضيفو الملاعق شيئا فشيئا فطبعا مباشرة بعد ما ضفت ملاعق من الدقيق فضفت الخميرة الكيموية رديم قنطرب حتى نحصل على واحد الخليط متجانس طبعا غدي نوريلكم ان شاء الله القوام ديالو في الفيديو كيفاش كيبان دائما القوام ديال كيك يلعب واحد الدور كبير في النجاح ديال كيك طبعا يعني دائما خصكم تردوا البل لا تعملوش الكيكة ديالكم او الخليط ديالكم قاسح بزاف او لا جاري بزاف دائما يعني الدقيق هو اللي كيحكم للكيكة وشغا تكون معكم ناجحة او غير ناجحة فسفي بنسبة لي انا استعملت تسع ملاعق بالضبط هاد الملعقة اللي كتشوفو ملعقة حساء كبيرة مملوئة جيدا بالدقيق يعني تسع ملاعق وهدا هو القوام ديال الخليط ديالنا كيف ما كتشوفو معي يعني ما خفيف ما تقل فغادي نزيد نقرر بلكم الصورة باش يكون واضح معكم لانه بزاف ديال مبتدئات ما كيعرفوش كيقولوا لي دائما مش حال بالضبط يعني بالجرامات او بالملاعق فدائما مثلا انا لسا عملت مئة وخمسونة جرام فهدا ماشي دليل على انكم حتنة تستعمل مئة وخمسين جرام فدائما يقدر يكون اقل يقدر يكون في حالو ويقدر يكون اكثر على جناب كيف ما اشتو عني هنا تفاحتين سنخليهم ان شاء الله بالقشر وعندي هنا الزبدة باش غادي ندهن القواليب او هذا المولات الصغر بالنسبة اللي انا جبته معي من المغرب وعرفة غادي يجينو تساؤلات بالنسبة الناس اللي عايشين هنا في ألمانيا ولا في أوروبا غادي ندهنهم جيدا بيئة الزبدة وغادي نرشون بيئة دقيقة باش نتفادة انه الكيك ديالي او الخالد لا يتساقليش في القعر وسافي الفرن طبعا يكون ساخن مسبقا على 160 درجة بالنسبة ان هذه القواليب هما ما تتعطيوش للدرجة الحرارة تكون درجة عالية لانه ضغية كيتيبو وضغية كتشبر فيهم الحرارة باش ميتحرقوش ليكون يبقى لكم خدر من الداخل فنخليكم ان شاء الله مع السور السور جنوب بعد ذهن القوالب طبعا جيدا جيدا سنجيب الكيك بواسطة ملعقة ونعمر فيهم وردوا البلد لا تعمروا حتى الفوق يعني تجعلوا 1 ربيع أو 1 ربع كيكون شوية خاوي باش ما كيفيتوش معكم وحنا زايدون باقي غادي نضيفون لوم تفاح يعني قطع أو شرائح تفاح من فوق فقد يقال لكم إن شاء الله وأكيد مع السور فسافين بعد ما عمرت القوالب ديالي فكيف ما كتشوفوا أنا باقي غادي نقسم اللوم تمام تعمروه مش حل هيدا لأنه لاحظت من اللي حطيت فوق من النوم شرائح تفاح فزاد الحجم تطلع لي ديال الكيك الفوق فانقسم النوم يعني أنا ما غادي نبينوش طبعا في الفيديو انتم حاولوا ما أمكان ما تعمروا القوالب ديالي تفاح باش ما تديدوا أو ضيفوا القطع ديالي تفاح ما يفيت لكمش الفائد لبرة سافي غادي نبقى هيدا كنستفى بهذا الاستفاة ها هي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل ها هو الطريقة تزين طبعا كتبقى اختيارية انتم تقدروا تخليهم هيدا تدخلهم الفرن بدون تفاح تقدروا تزينهم بالموت تقدروا تزينهم بمكسرات لوز مجروش او فول سوداني اي كوكو مجروش باش ما بغيتو سافي غادي نبقى مستمرة يعني في تقطيع تفاح وكنستفو بهذا الشكل هوا وبهذا الطريقة غادي ندخلوا ان شاء الله الى فرن ساخن مسبقا الى 160 درجات سافي انفوكي تحمروا لي من تحت ومن فوق وبقوا مع ان شاء الله باشتشوفوا وطباق تقديم نهائي وطريقة باشا سوف نزينهم بعد ما اخدو الكيكات هذا اللون هو الدهبي الرائع كيف ما تشوفوه التفاح كذلك كتري معي سوف نزينهم بالقليل من المربة بالنسبة المربة فانعملها فقط على الجوانب والبلاسة من طلع الكيك فقط يعني ما كان دهنش تفاح اذا لحتوه كان دهن فقط الكيك بوحدته وغادي نزينه بالقليل من لوز المجروش يعني لوز كونكاسي وطبعا كيف ما كان عندكم الموجود في الدار تقدروا طبعا تأكلهم هذا المادة خطير جدا وبحكم ان نزلنا فيه اوضيفنا فيه الكاس ديال البن فكي يجيوا معنا فتين واحدة درجة فطبعا سوف نفتح معكم وحدة في النهاية الوديو كيف معاوتكم باش تشوفوا الوصفة والنجاح دياله كيف اعمل غادي نخليكم طبعا مع السور وكيف ما العادة فسافي هذا هو الشكل نهائي ديال الكيكات ديالنا الفرديين فكي يجيوا ورائعين وخفافين هنسوا كيف ما كتشوفوا امامكم او امام الاعين ديالكم كي يجيوا ورطيتبين ورطيتبين واحدة درجة اللي ما تصوروها اش نقدر نقول لكم اخاف من القط كنتم منينا لو اعجاب ديالكم والاستحسن ديالكم بارتجيوا مع العائلة وافراد الاسرة بيشتعون فائدة ولايكي والفيديو ما تنسوش كذلك تجيعة ديالكم وتعليق ديالكم وكان قول لكم دون تفرعات الله وحفظه والسلام وعلا